السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء لكافة المستويات متوسط وإعدادي درسنا لهذا اليوم سيكون عن الزمن المضارع المستمر الزمن المضارع المستمر يسمى باللغة الإنجليزية present continuous tense وهذا اللي تشوفوه أمامكم هو مخطط توضيحي لحدوث الزمن إذا كانت هاي النقطة هي الماضي past وهذه النقطة هي on now وهذه النقطة هي المستقبل فمتى يحدث الزمن المضارع المستمر الزمن المضارع المستمر يحدث قبل وقت من الآن قبل وقت من الحال الحاضر ربما في هذه النقطة وهو في طور الاستمرار أنا من أتحدث الآن الحدث لا يزال قائم غير منتهي لم ينتهي عند هذه النقطة وقت الحديد إنما لا يزال مستمر ولا نعلم إلى متى سيستمر أو قد يستمر لوقت معلوم المهم عندي أنه أنا في وقت الكلام هنا في هذا المكان المهم أني يكون الحدث في حالة الاستمرارية وهذا تعريف الحدث أو توضيح عن الحدث الزمن المضارع المستمر يتحدث عن حدث بدأ منذ وقت ولا يزال مستمر في الوقت الحاضر أي إن الحدث لا يزال لم ينتهي أثناء فترة الكلام وعندي مثال I am reading a story أنا أفرض منا بدأت أقرأ وأنا أتحدث هنا في هذه النقطة فإذن أنا أقرأ قصة I am reading a story أقرأ قصة في هذه اللحظة يعني أنا مجغول بقراءة القصة لا أزال أقرأ هذه القصة والحدث الذي أنا مجغول فيه لم ينتهي بعد هنا أعزائي الطلاب قاعدة كتابة الجملة طريقة كتابة الجملة لحظة عزيزية الجملة تبدأ بفاعل هذا هو ثم فعل كينوني اللي هو بالمضارع I am و is و are ثم فعل ينتهي ب-ing ثم تكمله ثم تكمله الآن نأتي إلى الفاعل الفاعل في هذه الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام يعني ضمائر الفاعل تنقسم إلى ثلاث أقسام تتوزع حسب من؟ حسب أفعال الكينوني الآي تأخذ الفعل المساعد أم أنا أكون الضمائر هي وشي و ايت أو الاسم المفرد معها يعني لو اسم مفرد لو هي لو شي لو ايت تأتي مع الفعل المساعد هو يكون هي تكون أحمد يكون لنفرض يتحدث عن حيوان أو عن بناء أو عن سيارة فنرمز لها هي تكون هو يكون هاي اللي غير الحاقد الجزء الثالث اسم جمع أو الضمائر يو وي ذي هذه تأتي مع الفعل المساعد أر يكونون أنت أو أنتم تكونون نحن نكون هم للعاقل وغير العاقل يكونون فرضا عندي مجموعة ستودينس طلاب تيشارز كارز سيارات أبنية تكون معها آر فإذا أما اسم جمع أو يو وي ذي تأخذ الفعل المساعد آر هذه الأفعال المساعدة آم وإز وآر إذا جاء بعدها فعل يجب أن يحتوي على آي آن جي صيغة الاستمرارية هاي قاعدة ثابتة في جملة المبني للمعلوم اللي هي هاي الجملة يعني فاعلها واضح المبني المعلوم بعد آم وإز وآر يأتي فعل ينتهي بآي آن جي فصارت هنا لبلي بلي آي آم بلي لعبة ثم تنتهي الجملة أنت من تشوف هاي الصيغة حتى إذا ما ما موجود ظرف مثلا ما موجود الظلمونة فأنت رح تفهم ضمنا بأن هذه الجملة في حالة الاستمرارية يعني في الزمن المضارع المستمر حدث ها لم ينتهي نأتي إلى النفي النفي قاعدة تكون تبدأ بفاعل هذه تبدأ الجملة بفاعل منتهي منها ثم فعل كينونة زائد نوت يعني الآن نضيف الهنوت اسمعني طلاب أنا دائما أكرر هاي القاعدة القاعدة تقول النفي هو أضافة نوت إلى الفعل المساعد يعني ماكو جملة منفية بدون فعل مساعد فأنا عندي أفعال مساعد احنا آم وإيز وآر فما عندي مشكلة بالنفي رأسا أجيب النوت وخليها أمام بعد الفعل المساعد وتصبح الجملة منفية فإذن أضيف نوت إلى فعل الكينونة ثم verb ing ثم تكمل I am not playing tennis أنا لا ألعب التنس الآن الآن أنا أقولها حتى لو ماكو ظرف ليش حتى لو ماكو ناو لأنه هي جملة تتحدث عن حالة استمرارية I am not playing tennis وإن كان ضروري أن تذكر الظرف لكن لا يؤثر عليه الجملة على معنى الجملة إطلاقا إذا لم نضع الظرف He is in playing tennis هو لا يلعب التنس الآن You are in playing tennis أنتم لا تلعب أو أنتم لا تلعبون التنس الآن الآن للتذكير لا يجوز أن تدغم مع النوت يعني ما يصير I am not مثل isn't مثل aren't إنما I am not وهذه اللي تشوفوها الأبوستروفي هاي الفارز الفوك هاي خطأ في الطب الآن نذهب إلى قاعدة السؤال السؤال قاعدت شنو هاي لازم تحفظوها أعزائي أحبائي السؤال قاعدت إنه تقديم للمساعدة في بداية الجملة فتصبح سؤال حفظوها تقديم الفعل المساعد في بداية الجملة تصبح سؤال سؤال قصير ينتهي بعلامة استفهام وجوابه yes أو no فنضع فعل كينونة في بداية الجملة ثم الفاعل ثم ال verb ing ثم التكملة إذن الاختلاف الوحيد بالسؤال أنك تقدم فعل الكينون الفعل المساعد في بداية الجملة فصارت سؤال ظروف تأتي مع الزمن المضارع المستمر هذا الظروف ضرورية شوكت ضرورية ضرورية في الامتحان لأنه إذا أنطاك الفعل هذا مثلا أنطاك play I play tennis وكتب وكتب لك I play tennis correct correct على شنو لازم يذكر لك الظروف حتى تعرف ش تسوي للفعل مثلا I play tennis now من ينطيك now ويقل لك correct يعني معناها يريد من عندك مضارع مستمر ليش شنو الدليل الدليل إنه موجود now إذن now مطلوب at the moment في هذه اللحظة right now حالا today اليوم this afternoon this evening هذه أيضا من الظروف التي تأتي مع المضارع المستمر أو إذا بدأت الجملة بفعل مثل look أو listen مثلا الجملة تبدأ شخص طفل يبكي مرأة تصرخ و شخص يستنجد فإنت من تتمشي ويا صديق وتقول لي تريد تعبر ما تقول لها الآن تقول لك لك وين انظر يعني الآن انظر ثم ثم علامة تعجب هو يصرخ انتبه هو يصرخ أو listen اسمع يعني انت يتخاطب حواس المقابلك بهذه الأفعال انظر استمع حتى ينتبه على حدث يحدث الآن هذا هو الزمن المضارع المستمر بكل قواعدة ببساطة الآن عندي بعض الأمثلة المحلولة وقسم آخر غير محلول اي دو ماي هوم وورك ناو لاحظ لاحظ عزيزي الطالب عس انت تركني من هاي تركني من هذي اه تركني من من ام دو هاي عوف اي دو ماي هوم وورك ناو هذا اللي منطيك يا هذا الحل هذا الحل انا اؤدي واجب البيت الان منطيك كرك ذفل طبعا هذي انا للتنبيه مينطيك يا بالاسئلة صحح الفعل انما انا للتنبيه حتى تحفظ كرك ذفل صحح الفعل طيب اصحح على اساس شنو هو منطيني اه اي دو ماي هوم وورك ناو اصحح على اساس الظرف هذا اصحح على اساس الظرف ها ناو اذا اني صححت ومضارع مستمر ليش لانه يأخذ الظرف ناو يعني الظرف ناو يأتي مع المضارع المستمر فصارت الاي تاخذ ام ودو اتنظاف الهاي انجي نمبر دو وي اتركني من الحل الان اتركني من الحل اجي انا منطيني الجملة هي هاي وي واتش تيفي اتركني اتركني نحن نشاهد التلفزيون اش منطيني منطيني ات ذا مومنت منطيني في هذه اللحظة present continuous ربما ينطيك اشارة يقول لك سويها مضارع مستمر هاي بعد ما يحتاج تروح الدور على الظرف هو منطيك present او يقول لك مثل هاي صحيح الفعل طيب ات شي سوي اذا انطاك الزمن او ما انطاك انت تحكم على الزمومنت صير مضارع مستمر الواتش صارت are watching we are watching لاحظة عزيزي نمبر ثري سامي on email now هنا شو منطيك منطيك اختيارات منطيك اختيارات هذا اسهل ما يكون شنو الدليل على انك انت تختار المضارع المستمر الدليل هو انك تنظر الى now تنظر الى now الدليل انك تنظر الى now هذه هذه now تنظر اله راح تعرف انه الزمن مضارع مستمر راح تختار is writing راح تختار is writing number four i talk to my friend انا اتحدث لصديقي present continuous طالب من عندك مضارع مستمر ما منطيك ظروف لازم يطيك مفتاح الحل اذا ينطيق ظروف ويقل لك correct انت بعد تعتمد على الظروف واذا الطاق مثل هاي الجملة خالية من الظروف هو يقل لك حول present continuous انت ش سوي رأسا i am talking i am talking to my friend فصار هذا الحل number five he a green jacket now he dash او gap هذا معناته فراغ dash او gap a green jacket now a green jacket يعني معطف اخضر الان هذه الناو هي الدليل عندنا منطيك اختيارات انت على اي اساس تروح تختار ذني تختار على اساس الناو طيب هو الان منطيك كل الاختيارات بالمستمر شوف هنا جانب اخر من ذكاء الطالب والاسئلة هس انا اروح 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 i am انا عندي he الفاعل اذا اختار اله تاخذ is اذا اختار he is wearing وا اكمل الحل number six what you do at the moment ماذا تفعل في هذه اللحظة correct the verb هذا مثل المثال الاول الفعل منطيكي فعل مجرد ويقول لك correct the verb على اليمن انا هس اروح اعتمد على الظروب تبه عزيزي لو تعتمد على الظروب هذا السؤال وهذا المطلوب شبابنا هذا السؤال وهذا المطلوب فانت اما تعتمد على المطلوب اما تعتمد على الظروب لو يقول لك correct the verb لو ينطيك present continuous بالمطلوب وانت اذا تاكر ركز اذكر مرة اخرى تعتمد عليه الظروب فالصير what are you doing انتبه علي هذا سؤال ميز هذه ليست جملة هذا سؤال what are قلنا تقديم الفعل المساعد قبل الفاعل هذا الفاعل you what are you doing at this moment وصار هذا الحل هذا الحل what are you doing at the moment ويفترض هنا ان تكون علامة استفهام يفترض هنا ان تكون علامة استفهام عزائي نورا نورا سلمة نورا أجي يريد نوعية الفعل المساعد المستخدم يريد شاستخدم إزلو آر أباوع الفاعل نور آدسل ما إذن جمع اسميا إذن جمع قلنا أما أسماء جمع أو يو وي ذي نستخدم آر إذن الجواب الاختيار هو آر دوينج الاختيار هو آر دوينج الآن نذهب إلى الجملة الأخرى هي write english now هو يكتب الإنجليزية الآن هناش عندي عندي ظروف اسمه now يأتي مع المضارع المستمر والمطلوب هو تصحيح الفعل أعتمد على اليمن أعتمد على الظرو فالصير he is writing now لحظة عزيزي الطالب السؤال رقم 11 11 11 what are you doing ماذا تفعل الآن تبه علي من تسأل بالمستمر شي يريد منك جواب يريد منك جواب بالمستمر يعني وجاي سئلك الآن يقول لك ماذا تفعل الآن احنا قلنا شنو الدلالة يعني إذا إذا نريد نقول هس هو الآن منطيك السؤال بالصيغة المستمر مطنا وما مطنا هو كاتب لك كاتب لك صيغة المستمر إذن what are you doing ماذا تفعل الآن فالفاعل I أختار I am waiting لأنه I تأتي معها فعل مساعد I وتكمل الجملة for my brother at the moment هنا منطيك الظروف في بداية الجملة at the moment we learn English منطيك الفعل صيغة خط إذن أنا شسب مني يقول لك الرك the verb وعدي أنا الظرف أذم وما أنتيشير إلى المضارع المستمر أحل مضارع مستمر ال-we تأخذ are learning تأخذ فعل مساعد are ثم learning أعزائي الطلاب ننتقل الآن إلى إلى التمرين A في كتاب activity listen again and complete the sentence listen يعني أنصت مرة أخرى للصوت الموجود في الدرس وتلاحظ أنه يعني الوالدة تتحدث مع أولادها تطلب منهم الإسراع للمجيء إليها what are you doing ماذا تفعلون what are you doing ماذا تفعلون هذا بالمضارع المستمر see you in a minute نراك في دقيقة I am in a queue أنا في طابور there is time for that come back now there is no time الوالدة شو تقل لهم تقل لهم لا وقت لذلك come back now ارجعوا الآن what are you queuing for هو يقلها أنا في طابور تقل لها ماكو وقت لذلك الآن اعد الآن قلها وتسئلة what are you queuing for ماذا أنت لماذا أنت واقف في طابور الآن لأمل أجل ماذا هذا التمرين ضروري أيضا لهنا أعزاء الطلاب انتهت محاضرتنا لهذا اليوم عن الزمن المضارئ المستمر شكرا لحسن استماعكم وأصغاءكم نلتقيكم في محاضرات أخرى نتمنى لكم التوفيق والنجاح